لقاء الأحبات سحر حلال ونبع مصفى وورد زلال به قال حبي به الله قال به القلب يحيى بعذب المقال الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أهلا وسهلا بمشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأحبة فإلى فاصل ثم نعود لقاء الأحبات سحر حلال ما سكن الخوف قلب رجل إلا دله على كل خير وأبعده عن كل ضير وقد روى البخاري ومسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه ولم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة قال لبنيه إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني وذروني فلما مات فعل به ذلك فأمر الله تبارك وتعالى الأرض قال لها اجمعي ما فيك منهم فإذا هو قائم فقال له الله تبارك وتعالى ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فغفر له لقاء الأحبات سحر حلال مرحبا وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل مرحبا بمشايخنا الكرام وأهلا وسهلا حلقتنا اليوم ستتناول موضوع من أهم الموضوعات وهو الخوف من الله تبارك وتعالى سنعيش في هذه اللحظات في نقاش مع هذه القضية العظيمة التي فيها فوز الدنيا والآخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهل حقيقة الأمر أنا أتكلم عن الخوف والخوف من من ولمن الناس يخاف بعضهم بعض أحيانا يخاف إنسان من إنسان أحيانا يخاف من ظالم يخاف لكن فرق بين خوف وخوف قد يزول الخوف في الدنيا بزوال يعني سببه لكن الخوف أعظمه أجله وأروعه هالخوف من الله الله الخوف من الله يعني استشعار معية الله تستحي منه وأن لا يراك الله تعالى إلا في مكان يحبه هو أنت حيانا قد يبدل منك أمر يصدر منك شيء لكنك تخاف منه تستحي منه تماما وذاك مش كامل تعيف التقوى قال أن يراك الله حيث ويفتقدك حيث نهى وحد يخاف الله تعالى أنه لا يقدم على أمر ما أي أن كانت هذه المعصية في سر أو في علن في حضر أو في سفر إلا ويستشعر أن فوق كل ذي علم علي أن الله تعالى مطلعون عليه ما يكون مني وثلاثة إلا وربيعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان تستشعر قول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تستشعر أن الله تعالى مطلع عليك لا تخطى عليه الخوافق لا يمكن لأحد أن يستتر عن أعين قد يستتر إنسان عن أعين الخلق عن أعين الناس لكنك لا تستطيع أن تحتجز عن عين رب العالمي لأنه معك أصلا مطلعون عليك يراقبه وهو الذي يأجدك من العدم ورزقك من عدم ووفر لك كل وسائل الحياة بين يديك وبعدين طلب منك أنه لا يكون الخوف إلا له ولا يكون الرجاء إلا له فقط وأنك لا ترفع شكواك وهمك وحزنك وكربك إلا إليه فتستحي منه وتخاف منه حق الخوف كيف يعني واحد يخاف من الله تعالى أنه لا يرى بمكان مشحلة مش تمام يعني أنا خاف الله أنت لاحظة كثير من الناس مقولة تعرف علي كثير من الناس أولا يقول خاف الله ليش خاف الله يعني استشعر عظمة الله استشعر مكانة الله أنت يتقوم بالله قال لا أنت يخاف الله لا تحلف وأنت كاذب اليوم دنيا وغدوة آخرها اليوم عمل وغدوة حساب ستسأل أمام الله تبارك تعالى فالخوف حيانا يورثك من داخل يعني إجلال الحق وتخاف من الصاحب الكمال والجمال والجلال وأنا مش أخاف من عذابه ولا أخاف من عقابه لكنني أحبه لكن أستحي منه لكن أخاف أخاف أنا جاي أنا جاي يعني أنا جاي يعني في قلبك يعني كنا كنا نخص شوي لما كنا أكمل وبعد ذلك ينزل أنا أستحي منه أنا أخاف منه تماما لأن الخوف موقع بالخوف أنا عندي رجال أن الله تعالى أنا سأذكر لكم يصلي في الكوفة فكان يدعو الله تعالى ويقول اللهم أن يسألك الجنة وحورها وقصورها وبساتين وخيامها وأنهارها حتى لي كان جنبه أرتبق المالك أزعيتها قل لا إله إذا رأيش فيه أتعتقد أنك من أصحاب الجنة قال والله ما شككت في ذلك قيد أمه وأني بإذن الله تعالى سأدخل الجنة وتفيأو ظلالها وأسكن قصورها وتزوج من حوريا وبدأ يسر لا هناك لا هناك فقال أبي حسن فعلتها أو سابق قدمتها قال لا بهذه ولا بتلك حسن ظلم بربي أن الله لن ينساني أنا عندي حسن ظلم بربي أن الله لن ينساني ووالله قال قال لا أتعتقد أن الله تعالى سيعذب قلبا أحبه قال له لا أتعتقد أن الله تعالى سيعذب جباها سجدت قال له لا أتعتقد أن الله تعالى سيعذب لسانا ذكره قال له لا قال والله لو أدخلني ربي النار واجتمع علي أهل النار كلهم وقالوا يا فلن لما أنت هنا قال سأقول لهم بالصوت المرتفع لأننا يحبه ومحال أن الحبيب عزيزي الحبيب شيخ واصل بارك الله فيك أنت ذكرت الخوف والناس فعلا عندما يقال الخوف لا يصرف إلا الخوف من الله عز وجل ولا يكون الخوف من غير الله تبارك وتعالى فلا يخاف من فوات رزق ولا من قدوم أجل ولا من عدو ولا من غيره لأن هذا سيكون خوف مذموم لكن نحن نقول دائما لما الخوف أصلا لما الخوف من الله عز وجل انظر يا أخي الكريم بفطرة هذه النفس وبضعف هذه النفس لو أن لك عدو هذا العدو أنت تعلم أنه أقوى منك بما يجمع خيله ورجله وكذا وكذا لا شك أن النفس بغير قصد ستخاف يقول لك هذا قوي هذا عندك هذا هذا طيب الله تبارك وتعالى لما نقول يخاف الإنسان من الله عز وجل لا بد أن يستشعر عظمة الله عز وجل إذا كان ملك من ملائكة الله عز وجل بجناح يستطيع أن يقلب الأرض عالية سافلة فيما عبر بقوم لوط بأهد السدوم فكيف بالله عز وجل كيف بالله تبارك وتعالى صاحب القوة المطلقة صاحب إرادة المطلقة نتكلم عن أن نخاف من الله عز وجل لأن الله هو القوي بغض النظر عن الأدلة فالله هو القائل وإيايا فإيايا فارهبون وقال وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ وَعِزَّتْ فِي الْحَدِثِ الْقُدْسِي وَعِزَّتي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعُ لِعَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَا أَمْنَيْنِ أَبْدًا فَمَنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنتُهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ فإحنا نتكلم الخوف من الله عز وجل لأن الله عز وجل القوي صاحب القوة المطلقة وكذلك لأن الله عز وجل المحيط أحيان يدخل إنسان سوك وفيه إذا أبعو شاب يدخل فندوغلاسية ما هذا الأغلال يقول لك ما مش كاميرز ملاقبة في كيمراه لأنه إذا يعرف أن هناك كيمراه ترصده عدسة ترصده محايل أن يعمل شيء لأنه يظهر فهناك عين ترصده فكيف بالله عز وجل الذي لا يعزب عنهم إذ قال ذرة في السماوات ولا في الأرض أين تذهب بالنظر الله عز وجل إنك بأعيوننا يراك الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هل تريد أنت أن يراك الله عز وجل على حال لا يحبه على حال لا يرضى يا خال خاف الناس وليس المسألة أن نقول واحد يقول أنا أخاف الله صلى الله عليه وسلم من خائفين أنا أخاف الله لكن الخوف ليس مجرد الدعاء دعاء لا من الأعراب أنهم قالوا آمنا ولم يؤمنوا حقيقة إنما الخوف الحقيقي أن تعمل المأمور وأن تجتنب المحظور هذه الدلالة على الخوف أنك من الخائف شكر الله لك يا شيخنا حضرات شكر الله لك كما أسلف الشيخ محمد أن الخوف منه ما هو محمود أو مشروع ومنه ما هو مذمون فالخوف المشروع ما حجزك عن محارما له والخوف المذمون ما أوصلك إلى اليأس ولابد أن يكون الإنسان بين خوف ورجع أيها الإخوة إذا جئنا نركز على بعض صور الخوف في البخاري قال صلى الله وسلم والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خوفا وفي رواية خشية وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أبو بكر تقول عنه الصديق عايشة كان رجلا أسفا يعني شديد البكاء شديد التأثر أسيف أسيف نعم حتى أن الصديق رضي الله تعالى عن كان إذا تقدم للصلاة لا يكاد تعرف قراءته من من شدة بكاءه ذكر ابن القيم أنه ربما كان يخرج إلى مكان إلى مزرعة أو إلى موضع فيبكي ويقول ليت أمي لم تلدني ليتني لم أك شيئا ليتني كنت نسيا منسيا ليتني كنت شجرة تعضد عمر رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس خوفا يقرأ في يوم والطور وكتاب مصطور ويأتي إلى قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع فيعاد شهرا من أثر آية ابن أبي أوفى قاض البصرة يتقدم لصلاة الفجر في البصرة فيقرأ بصورة المدثر حتى إذا وصل إلى قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قيل فشهق شهق ومات وهو يصلي بالناس ذا علي وعثمان رضي الله وعلا أما علي فكان كثير البكاء والتهجد والقيام وعثمان أنزل الله عز وجل أو قيل فيه نزلت الآية أمن هو قانت آنى الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أبو هرين رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يدخل عليه بعض أصحابه وهو يبكي فيقولون ما لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فيقول والله ما أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي من قلة زادي وبعد سفري أصبحت في صعود مهبطة إما على جنة أو نار ولا أدري إلى أيهما يسلك بي أختم بقصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه تقول عنه زوجته فاطمة بنت عبد الملك قالت والله إن منكم منه أكثر صلاة من عمر وصيام من عمر ولكني ما رأيت أحدا أخشى لله ولا أخف منه والله لقد كان يذكر الآخرة والنار فيرتجف كما يرتجف العصور عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من أخوة في الناس نحن بحاجة يا أيها الإخوة نحن بحاجة إلى أن يعني نستصحب الخوف نستصحب الخوف في هذه الحياة ونعلم أننا سنرحل منها وننتقل إلى الله جل في علاه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخائفين المنيبين المخبتين بزيك الله خيرا لكتور عبد المنان الخوف نحن لا نتكلم عن ذاتي الخوف نفسي وإنما نريد أن يوصلنا الخوف إلى أعمال وثمرات وتطبيق عملي يراه الإنسان من خلال هذا الخوف يتمثل أول شيء أن الخوف يدفع الإنسان إلى الإخلاص كما قال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم يوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا هذا الخوف هو اللي دفعهم للإخلاص لا نريد منكم لا كلام ولا شكور ولا جزاء يعني ما أجمل حتى التعبير القرآني أخوة واحد بعض الحال لما يقد فيه لذة يقد فيه عظمة يقد فيه روحانية يقد فيه في الوعد الرباني طمأنينة والثاني ظل تحت ظل عرش الرحمن وجاء ذلك في حديث المتفق عليه عن أبي هرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل دعتهم مرأة دعتهم مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هذا هو السلوك الطبيعي للخائف ذات منصب وجمال كما تكلمنا عنه كل المغريات كل المغريات جمال الجمال فتان ومع ذلك يقول إني أخاف الله انظر كيف رب العالمين استوطناء حب الله قال سبحان الله سبحان الله الثالث أساس التمكين تتصور الخوف من الله سبحانه وتعالى أساس التمكين في الأرض قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي يعني إذا أردنا أن يوكلنا الله سبحانه وتعالى في الأرض بطاعته لإقامة الصلاة لإقامة الصلاة وإيطاء الزكاة لابد أن يكون الخوف دافع لنا بأن نتقل الله عز وجل من الثمرات العملية للخوف المسارعة في الخيرات لأن الله سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا هذا الذي كنت أردت أن أعقب عليك سابقا لأنه كيف شكر الله لك شيخنا وبارك فيه أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك في علمكم مشايخنا الكرام أنا فقط أقول لماذا الموظف الذي في البنك وأمام الدولارات وأنواع العملات وكذا مع ذلك لا يشل داخل الجيب وأنه قالس بين فلوس يعني فلماذا هذا الانضباط وكذا تعرف لماذا لأن العدسة الكاميرا موجهة إليه ويعرف أن وراء هذا الفعل عقوبة نحن لما نخاف من الله عز وجل ندرك أن هناك عقوبة ولهذا يعني أنا خاف والخوف من الله عز وجل يا أحباب الكرام هو أنك تسرع إليه من خاف كما قال في الحديث من خاف أدلق ومن أدلق بلغ المنزل يعني من اللطائف أي شيء تخافه تهرب في الجهة مضادة قال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله نعم يعني أنت خاف من أي إنسان أنت إذا خفت من عدو فررت من إذا خفت من كذا فررت من إذا خفت من مسؤول هربت من لكن أنت خاف من الله عز وجل فر إليه ففروا إلى الله فلهذا هو نداء لنفسي أولا ثم لمشايخنا ولأحبابنا الكرام أن الخوف من الله عز وجل معناه الإسراع في الطاعات والابتعاد عن دائرة العصيان كلما يعني علمت أن هذا الفعل سيسخط الله عز وجل فاعلم أن السخط يترتب عليه تأديب تأديب والتأديب هذا قد يحصل في الدنيا وقد يحصل في الآخرة لأن الله عز وجل قد يؤدبك في الدنيا رحمة فيك حتى لا يؤدبك في الآخرة فيبتليك بالأمراض ولهذا قال الله عز وجل لنذيقهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يعني من أجل أن يعود الإنسان إلى الله عز وجل ويتعرف على الله ويسلك السلوك السلوك القويم السلوك الصحيح ونقول أحبتنا الكرام الواقب أن الإنسان يفر إلى الله ويسارع إلى الله افزع إلى الله من منامك لتقوم وتوقف بين يديه في صلاة الفجر لتكون حاضرا حتى لا تتأدب ولا تتعاقب على هذه الفرضة افزع إلى الله عز وجل يعني في صيامك فأتي إلى الصيام افزع إلى الله ولا تهجر القرآن خف من الله عز وجل وأدي الحقوق برب الوالدين يعني أحسن القوار كل هذه الأفعال إنما تفعلها مخافة لأنك تعلم وأن وراء الاعتداء في مثل هذه المواطن تأديب مثل ذاك الذي يرى الكاميرا قوق رأسه فبالتالي لا يستطيع أن يتقاوز أو أن يخالف شكر الله لكم مشايخنا وبارك فيكم وسعدنا كثيرا بالقلوس مع علمائنا ومشايخنا أسأل الله أن يقعلها رفقة الدنيا والآخرة وأن يقعلنا من الخائفين وأن يقعلنا من عباده المخلصين وأن يتغمدنا برحمته ويقعلنا في عباده الصالحين إنه على قدشان قدير أعزائنا المشاهدين لكم كل الشكر والتقدير وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر